النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتحلوا بالإثمد اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر يعني ينظف العين ويزيل القذى وينبت الشعر هذا حديث صحيح الإثمد هذا هو يستخرج من الحجر يزيل القذى وينبت الشعر ويجل البصر هذا الإثمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحلوا فيه قبل نومه وقيل حينما يستيقظ صلى الله عليه وسلم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهذاب عينه كانت طويلة عليه صلى الله عليه وسلم هذا من وصفه لهذا من أرادت أن يطل أهذاب عينها فعليها بالإثمد قيل أن عبد العزيز على مأحد الخلفاء نسيت كان له مستشار من النصارى كان له مستشار من النصارى فكان هذا النصراني يقول أن الإثمد لا يصلح للعين يقول الإثمد لا يصلح من العين للعين سمع أحد العلماء أن هذا ينتقص من هذه السنة فذهب للخليفة قال سمعنا أن فلان يقول أن الإثمد لا تصلح للعين والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها انظر كيف غيرت العلماء على السنة ليس على الأشخاص على السنة فقال الخليفة علي به اتوني به ناد هذا المستشار جاء قال أنت تقول أن الإثمد لا يصلح للعين قال نعم فهذا حجر والعين دهن فكيف تضع الحجر على الدهن فقال العالم ويحك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر ويزيل القذاء هذا ما سمع الحديث بهر فأراد أن يتملص من عند الخليفة ماذا قال؟ قال نعم اكتحل به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه هو نائم اكتحل ويغمض عينيه ليس في النهار ليتفلت من هذا فعزله الخليفة عزله الخليفة